اعتبرت قانا للشعب وقانا لمن للجميع لمن ليس له قانا هذه قاناة بلقيس لم تحتكر القانا على فئة معينة أو على جماعة معينة بل كانت صوت الشعب وصوت الشارع هي صوت الشعب إذن بحسب الشارع اليمني الشارع الذي منحت ولاءها منذ أول يوم حين أعلنت شعارها صوت اليمنيين طوال أربعة عوام كانت بلقيس قريبة من الشعب في الظروف التي فرضتها الحرب ولدت بلقيس في ظل الحرب ربما كانت تزامن مصادفة لكنها مثلت فرصة لتعبير عن معاناة شعب سيعيش حربا مدمرة وفي الوقت ذاته تحديا سيفرض معوقات كبيرة على العمل الإعلامي على امتداد الخارطة الوطنية اشتعال المعارك على امتداد البلد فرض على بلقيس تكثيف العمل على تغطية المواجهات العسكرية والاقتراب أكثر من الحدث وهو ما كلفها فقدان ثلاثة من أفراد فريقها الإعلامي في الميدان الشهيد عبدالله قابل والشهيد محمد القدسي والشهيد عبدالله القادري طوال أمد الحرب التي أخذت طابعا إقليميا ودوليا أفرز وضعا إنسانيا مأساويا في البلاد وأصبحت المنظمات الدولية تتحدث عن أكبر مجاعة إنسانية في العالم تخط آثارها على ما تبقى من أجساد اليمنيين الأمر الذي حتم على صوت اليمنيين أن تعبر عن صوت المنكوبين بالحرب والجوع وفائد الانتهاكات في ظل توسع الميليشيات في شمال البلد وجنوبه من صنعاء كانت الانطلاقة الأولى لكنها كانت انطلاقة قصيرة فسرعان ما سطت ميليشي الحوت على مكتب القناة كما سطت على كل شيء في البلاد ومن مدينة اسطنبول كانت الانطلاقة الثانية لتستمر بالقيس في تأدية رسالتها للعام الرابع مع وعد بأن تظل القناة إلى جانب انحيازاتها التي اختارتها منذ لحظة البداية وعاما بعد عام تكبر القناة سواء بعدد موظفيها أو مكاتبها والأهم من ذلك بشبكة مراسلها في الميدان الذين يمتدون في معظم التراب الوطني لغاية واحدة إيصال الحقيقة لليمنيين وإيصال صوتهم إلى العالم اشتركوا في القناة